شيخ هذا يسأل ويقول هل يشترط للداعية أن يكون ذا علم بالشرع والأحكام نعم شرط أساس لا يجوز له أن يدعو وهو لم يتمكن من العلم لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة على درجات العلم ويشترط في الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه نعم ترجمة نانسي قنقر